ويقول سبحانه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى ويقول أيضا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سعة علمه وعن سعة رؤيته سبحانه وتعالى لعباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعني تظهروا يعلمه الله لا مش كده بس ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن يقول لك والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يحصي عليك أعمالك وأفعالك ولولا أنه سبحانه وتعالى غفور ورؤوف ورحيم ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يعفو عن كثير أحيانا يصيبك من ذنوبك بعض الابتلاءات لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته يتجاوز عن كثير من ذنوب الإنسان ويمهله ويرسل إليه الرسائل الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم بصائر من ربكم بصائر يعني رسائل ربنا سبحانه وتعالى لما تكون بعيد عنه كل شوية لإيه يبعت لك رسالة ارجع يا عبدي ارجع يا عبد أنا شايفك ارجع يا عبد أنا عارفك بتعمل إيه ارجع يا عبدي طب فيه ناس بتستقبل الرسالة وبيرجع فمن أبصر فلنفسه تبقوا اللي عمل نفسه أعمى ومش واخد باله ومطنش ربنا سبحانه وتعالى وجلده تخيل الرسالة مش وصلة له صح فربنا نقول لك ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فربنا بقوله قلهم يا محمد قد جاءكم بصائر يعني رسائل من ربكم فمن أبصر فلنفسه اللي ياخد باله من الرسالة هيستفيد منها دنيا وآخر طب واللي عمل نفسه أعمى ويلده تخين والرسالة مش جايبة معاه ومن عمي فعليها الله سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به يعني لما الإنسان ينسى التذكيره وينسى الموعظه وينسى الموت وينسى لقاء الله ربنا يقول له خد بقى اللي أنت عايزه خد عايز مال خد عمي خد مال عايز عيال خد عيال عايز دنيا خد دنيا عايز اللي نفسك فيه خد حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل حاجة خد حتى إذا فرحوا بما أوتوا يفرح فرحان بقى وزي الرجل لما داخل الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا دايما لما الإنسان الدنيا بتزر في وشه كده ويتلعلع وتصح في وجهه وتديله وينسى الموت وينسى لقاء الله وينسى أن الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أقبلت بلت وإذا أدبرت برت هي دي الدنيا ربنا سمها حياة وبعد كده سمها وصفها بالدنيا يعني حياة وضيعة حياة دنيئة الأصل فيها النقص وليس التمام لا تكاد تتم حتى تنقص أول ما الإنسان كده يبدأ ياخد راحته بص لقى الدنيا بزت من ناحة تاني هي دي الدنيا يا جماعة لذلك اللي متغط بها عريان والمؤتمن بها في فزع وفي هلع حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمتنا بغتا يا رب يا رب أرسل إلينا الرسل أرسل إلينا التحذيرات يا رب الرسل إلهية حتى نقبل عليك وأنت راضا عنا يا رب العالمين تلاقي المؤمن كده غير بقى الإنسان المنافق بتاع الدنيا اللي هو مقبل أو على الدنيا ده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعث له كده رسائل أبلي موته إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه شفت الكلام شفت المؤمن الله ما جعلنا كذلك يا رب أما الإنسان العاصي والكافر اللي مش عايز يقبل الرسالة الربانية اللي مش واخد باله أو مستغفل وعمل نفسه أعمى وناس إن ربنا شايفه وناس إن ربنا مطالع عليه وعمل يظلم ويفسد ويفسق ربنا قال حتى إذا فرحوا بما قوتوا أخذناهم ضغطة دا موتوا هيجي فجأة يموت في حدسة بقى فجأة يموت في سكتة قلبية يحصلوا حاجة بدون أي مقدمات لم يعد لله استعداد لم يعد للقاء الله على الإطلاق لذلك يكون حسابه عسير حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعسلنا قبل لقائه النهاردة أتكلم عن الله يرانا الله سبحانه وتعالى يرانا ويطالع علينا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تعرف يعني إيه خائنة الأعين يعني تبقى قاعد أنت واحد كده وبعدين تغمز للتاني كده بعينك تقوله شوف دي اسمها خائنة الأعين خيانة بغير ما ياخد باله تروح غمز للتاني كده دي اسمها خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني ربنا عارف أنت بتفكر فيه ربنا عارف انتانيتك ايه دي ربنا بقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ده العطاية من الله على قدر النواية لو انت نيتك فيها خير تأكد أن ربنا هيديك خير أما لو نيتك سودة فلن تجني إلا ما نويت وإلا ما قدمت يدك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ونفوسنا إنه لي ذلك ومولاك اليهود بقولوا إيه البعض وهم بتكلموا في حق سيدنا النبي يعني بيتأمروا على سيدنا النبي اليهود طول عمرهم حاقدين على سيدنا النبي وعلى أمة سيدنا النبي لو تركت الأفاعي سمها والعقارب لدغها ما ترك اليهود بغضهم لنبي الإسلام ولأمة الإسلام والمسلمين دي يعني زي ما ربنا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشربوا شفت لأن الاسلام ربنا قال كده والنبي قال كده قال ما خلى يهوديان بمسلم إلا فكر في قتله فاليهود هم أكتر الناس عارفين أن يسيدنا النبي على حق وعارفين أن الإسلام هو دين الحق لذلك حيائي بن أخطب لما راح يشوف النبي أول ما النبي دخل المدينة فرح يشوف هو النبي اللي موجود عندهم في التوراوي الإنجيل ولا لا فأخوه بيسأله وستنا السيدة صفية كتلسة صغيرة في السن وبتسمع بتسمع هيقوله البعض إيه فبتقول جاء أبي بعد أن رأى النبي بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه هو النبي الذي بشرت به الكتب فعمي بيسأله بيقوله أهو هو؟ هو هو النبي يعني اللي جاء في الكتب قال هو 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 بصفاته بنعته بكل شخصيته فعمها بيقوله وعلى أي شيء نويت نويت تعملية تتبعه قال نويته أو عزمته على معاداته ما حيت شفت بقى اليهود مرة بيوشوشه بعض كده عشان يعملوا مؤمرة على سيدنا النبي فواحد منهم بيقولهم اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمعنا رب محمد فيخبره محمدا بما نقول وطوا صوتكم فواحد تاني بيسأله بيقوله يعني احنا لو لو احنا تكلمنا رب محمد هيسمعنا قال لا هيسمعنا لو علينا صوتنا لكن لو وطنا صوتنا وأسرنا القول مش هيسمعنا فمش هيقوله تخيل اللي تقدمهم لأوصل التحدي فين مع ربنا فربنا أنزل القرآن وقال إيه وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِيْجَهَرُوا بِهِ يعني اللي انتوا عايزين تعملوه وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِيْجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يعني ما في داخل الصدور أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ سبحانه يعلم أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ القرآن نزل يفضحهم قولهم وأسروا قولكم يعني قولوا بالراحة وطوا صوتكوا علوه إنه عليم بذات الصدور إيه هو ربنا عارف إيه اللي جواك أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا كان إنه هفضل لما واحد بيصنع جهاز ويخرب ويعطل بيبعارف هو عطلن في إيه اللي عطلن فيه إنه هو اللي صنعه إذا كان هذا في مقدور البشر والمخلوق الضعيف فما ظنك برب البشر سبحانه وتعالى العليم الخبير فأي حاجة هتفكر فيها أي حاجة ناوي تعملها الله سبحانه وتعالى يعلمها فلابد أن تراقب الله عز وجل في جميع أحوالك وأفعالك وأقوالك دائماً المؤمن كده الإنسان اللي برائب ربنا سبحانه وتعالى ده بيصل إلى ردبة أعلى من ردبة الإيمان يعني إيه لأن في حاجة اسمها الإسلام اللي إحنا عارفين تشهد أن لا إله الله وأدنى محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ده الإسلام تبقوا الإيمان أعلى بقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وده الإيمان طب في حاجة أعلى بالإيمان آه الإحسان الله ما جعلنا من المحسنين يا رب ربنا يقول والله يحب المحسنين إيه بأى الإحسان سمعنا الصلاة على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ليه بأى اسمها مراقبة الله أنت شايف ربنا قدام منك على طول سيدنا حرثة سيدنا النبي بقوله كيف أصبحت يا حرثة عاملين نهاردة إيه أخبارك أخبار قلبك قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله أنا أصبحت مؤمن بجد يعني فقال له يا حرثة لكل قول حقيقة لكل كلام دليل فما حقيقة قولك يا حرثة إيه بقى الدليل على كلامك أنك أنت مؤمن بجد يعني قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا الدنيا بالنسبة لي ولا حاجة جد جد ما جدش عنها ما جد هو بص نظر للآخرة عشيك على فكرة اللي بينظر للآخرة بتجيله الدنيا وهي رغمة ولو جد له مش فرقة معاه ولو ما جدوش مش فرقة معاه كنت بضرب مثال كده لبعض الإخوة فقال يضحك يعني بقوله لو واحد دخل محلك بابه كفتة وطلب صلطة وطحينة طبعا الناس يجلوا يجروا اتفضل أمورنا يا باشا أمورنا يا فندم فطلب صلطة وطحينة فأقوله لا وهم كنت أكل صلطة وطحينة في مكان مكان تاني يعني لكن بمجرد ما يطلب الحاجة للكفتة والحاجات الفخرة الصلطة والطحينة هتنزله مجانا بدون طلب ولله المثل الأعلى طبعا ده تشبيه يعني ايه تشبيه غريب شويه لكن اقبلوه يعني ولله المثل الأعلى فالإنسان لما يطلب الآخرة يبصر الآخرة الدنيا بتجيله ببلاش مجانا الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه السلام يقول ومن أصبح والآخرة أكبر هم له جمع الله شام له وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة تجيله كده المجانا يعني فلي بصر الآخرة الدنيا تجيله تحت رجليه فما تشغلش بالك الدنيا زي كالمرأة اللعوب إذا أقبلت عليها أعرضت عنك وإذا أعرضت عنها أقبلت عليك فما تشغلش بالك بيها ما تكبرهاش أول إن هي ضعيفة اسمها حياة دنيا حياة حقيرة يعني الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم فربنا سبحانه وتعالى ما نظر إليها منذ خلقها وما خلق شيئا أهون عليه منها ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فأنت مسك فيها ومجمد ليه وعملت تصدم وطبتش ليه يعني مسكي أنت مش بتاعتك مكانك هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم ارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة قلوا أمين فالنبي بقوله إيه بقوله يا حريسة قل لي بقى إيه الدليل إنك إنت أصبحت مؤمنا حقا قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأيقظت ليلي وأضمأت نهاري يعني بصوب بالنهار وبقيم الليل يعني حياته كلها عبادة فأصبحت وكأنما أرى عرش ربي لي بارزا خذ بالك الإنسان لما يزول الطاعة أوي وقرب أو من ربنا ويشتغل في الزكر بتنكشف له أشياء ما ينفعش يقولها للناس لأنه ما بش حدا يسده الله سبحانه وتعالى سيكشف له أشياء قال عنها الله فلا أقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون فما ينفعش يقولها لما الإنسان يقرب أو من ربنا هيشوف حاجات وربنا يفتح لطرق وحاجات غريبة لا تقل العوامي يعني صليت على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وده اللي وصل لي أولياء الله الصالحية اللي هم اشتغلوا مع ربنا أو فتحوا الحجب وفتحوا الأشياء حتى وصلوا إلى معية الله يعيشون في حضرة الله فسيدنا حدثة قال كده عن نفسه قال فأصبحت وكأنما أرى عرش ربي لي بارزا كني شايف عرش الرحمن قدام مني وكأنما أنظر إلى أهل الجنة وهم في الجنة ينعمون وإلى أهل النار وهم في النار يعذبون يا الله شفت المرحلة وصل فيه يعني بأشاف كل حاجة عيانا فلو قيل له غدا ستموت ما كان يستطيع أن يعمل من أعمال الخير ما كان يعمل ما عرفش زود هو جايب آخر مع ربنا فالنبي قال له إيه قال له يا حارثة عرفت فلزم حافظ على المرتبة اللي أنت فيها دي من الإيمان فاللهم ارزقنا أعلى مرتب الإيمان اللهم أن نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا ربي مرفقة نبيك في جنات النعيم قولوا أمين اللهم أمين يا رب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيث ما كنت يعني راقب الله في كل مكان لو كنت في غواصة في قعر المحيط أو في سفينة فضاء فوق القمر أو في المريخ راقب الله واعلم أن الله يراك وأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني لو الإنسان مننا عمل سيئة وكلنا أصحاب زنوب كلنا وارد إن إحنا نعمل زنوب بسرعة مسحة أمسحة زي هي السيئة ممكن تتمسح آه الأستيكة بتاعت السيئة يا جماعة الطاعات الطاعات والاستغفار لما تعمل سيئة اعمل بعدها حسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكريين فبسرعة امسح الزنب بتاعك بسرعة لأن الزنوب بتهلك في الدنيا والآخرة إن لم ياتب منها الإنسان عفوا الزنوب مهلكات ما نزل ما ندلت مصيبة إلا بمعصية وبذنب ما نزل بلاء إلا بذنب ومعصية وما رفع إلا بتوبة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما إيه بما كانوا يكسبون يعني بتجذيبهم وبمعصيتهم لله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها خد بالك لما تبقى في أوضة أو في غرفة أو في أي مكان من الأرض وتعمل في معصية المكان ده هيشهد عليك يوم القيامة هقول يا رب الراجل ده هو محمد ده أو إبراهيم أو أحمد ده في الحتة دي شهد شهد تزور في الحتة دي وقع في الحرام في الحتة دي ظلم في الحتة دي زور في الحتة دي أكل أموال الناس بالباطل كل حتة ربنا أقول إيه يومئذ تحدث أخبارها اللي هي الأرض يعني بأن ربك أوحى لها كل حتة في الأرض هتشهد عليك يوم القيامة فلو أنت في مكان عملت فيه معصية اوعد غادر هذا المكان حتى تفعل تحدث فيه توبة وتحدث فيه حسنات علشان بدل ما يشهد لك بالمعصية يشهد لك بالخيرات يوم القيامة كل مكان سيشهد لك بما صنعت فيه فلو أنت وقعت في معصية بسرعة استدرك ربنا أقول إيه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه مبصرون أول آه إيه أنا قلت ده إيه أنا عملت ده يرجع يفوق بسرعة لأنك أنت بشر والبشر بينسى وبيعصي فبسرعة ترجع تستدرك أمرك وترجع تتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن عارف يعني إيه الكلام ده؟ خالق الناس يعني عاملهم بأخلاق الإسلام عامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس لو أنت عايز تتعامل مع إنسان وتشوف المعاملة دي هتبقى يعني مرضية أو غير مرضية حط نفسك مكانه لو أنت عايز تعمل مقلب في واحد حط نفسك مكانه لو أنت قبلت المقلب ده على نفسك يبقى وهيقبله لأنك إنما أنت رجل من الناس أنت واحد من الناس لكن لو ما قبلتوش على نفسك يبقى هو لن يقبله وستكون عليك مظلمة سيأخذ حقه منك يوم القيامة يوم لا يكون إلا الحسنات والسيئات هيأخذ منك حسنات أد كده ومن القيامة ربما يخليك مفلس بين يدي الله فاحذر عامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس لو أنت عايز تخوض في أعراض الناس شوف حط نفسك إعكس الأي على طول لو أنا حد أتكلم في حقي أو جاب سيرتي هزعل ولا مش هزعل هزعل يبقى إذن دي مظلمة ولا مش مظلمة مظلمة لو أنت عايز تنظر إلى عورة امرأة مسر واحدة جارتك ولا حاجة حط نفسك أنت مكان جارك ده ماشي هل أنت ترضع نفسك ها ترضع حد ينظر إلى عورة بيتك تنظر إلى حد يطلع على أسرار حياتك تنظر حد يتكلم في حقك أو يجيب في سرتك بسوء ما ترضعش خلاص اللي ما ترضعوش لنفسك ما ترضعوش للناس وخالق الناس بخلق حسن صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محاسن ومكارم الأخلاق يبقى أي عمل عايز تعمله في حد غيبه نميمة يعني خض في الأعراض أي حاجة اعكس الأي عطول هات نفسك مكانه لو أنت قبلتها يبقى هو يقبلها لكن لو ما قبلتهاش فأعلم أنه لن يقبلها وطالما هو لن يقبلها فهذه مظلمة سيأخذ حقه منك عليها يوم القيامة حسنات وسيئات هيأخذ منك حسنات وإن حسناتك خلصت هتأخذ من سيئاته وتوضع على رأسك ثم تلقى في النار وتحاسب بين يدي الله عز وجل ومن القيامة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أوعى تظلم أي مخلوق حتى لو كان نملة حتى لو كان حشرة أو نبات إياك أن تكون من الظالمين اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب العالمين تعالوا كده نعيش مع بعض القصص قصص المراقبة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها رضي الله عنه أرضاه في مرة من المرات كان ماشي كده هو الخدم بتاعه فسامع صوت بكاء صبية لا أطفال صغيرة بتعيط ورأى امرأة تجلس في خيمة تظهر عليها علامات الفقر والشدة والبؤس حاجة فقراءة جدا حاجة فوائر جدا يعني فسيدنا عمر عشان طبعا ما يجرحش أعراض الناس كان سيدنا عمر دائما يتحسس أحوال الرعية يتحسس يعني مش الجسس يعني يتصنط من أدل الخير يعني الواحد لما يبدأ كده يتفقد أحوال الناس عشان بنيت الخير اسمه التحسس أما لو بنيت الفتنة والغيبة والنميمة فهذا اسمه التجسس ربنا أقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أما سيدنا يعقوب بقول لأولاده إيه يا بنيا ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه تحسس اللي هو التصنط بإيه بنيت الخير بنيت المنفعة والمصلحة فسيدنا عمر كان بيعمل كده بيتحسس أحوال الناس شوف الناس عيشت زي إنه هو المسؤول عنهم وكل راع مسؤول عن رعيته وكل راع سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن رعيته حافظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ويسأل المرأة عن أولادها صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بص لأ الأطفال بيبكوا وعيطوا جعنين فرح من ندي من بعيد كتاب قال يا أهل الضوء ما قالش يا أهل النار عشان إيه يعني من باب التفاؤل يعني عشان ما تبقى الشتيم يعني قال يا أهل استحسن الكلام يعني قال يا أهل الضوء يعني استأذن أن يأتي إليه فأزنت المرأة قالت تعالى فبسألها لماذا يبكي الأطفال قالت الأطفال يبكون من شدة الجوع رحم الله عمر أو غفر الله عمر تولى أمرنا وأهمل أمرنا تولى أمرنا وأهملنا يعني أو كما قالت يعني يعني هو القائد بتاعنا وهو القائم على أمرنا وأهمل حالنا مش واخد باله مننا ومن فقرنا فسيدنا عمر حزن حزنا شديدا وبكى ثم انطلق يعني ساب المرأة وعيلها اللي عمين يبكوا وانطلق إلى بيت المال وذهب وقال لخادمه احمل علي هذا الجراب شوال من دقيق قال بل أحمله عنك يا أمير المؤمنين دا أنت الأمير دا أنت قائد الأمة كلها بل أحمله عنك يا أمير المؤمنين قال أو أنت حامل عني أو زاري يوم القيامة تشيل عني زنوب يوم القيامة احمله علي تخيل شفت الأمانة لحد فين شفت المسئولية لحد فين وشال شوال الديق وذهب به إلى هذه المرأة المسكينة وأخرج منه الدقيق ووضع عليه الماء وأخذ إيه؟ وأخذ ينفخ في النار والدخان يتخلل من لحياته يعني لحياته كده بقت مليانة دخان ومليانة بسموها معصفرة يعني لحياته كده تخلل بقى ريحتها دخان يعني وأخذ ينفخ في النار ويطه لهم الطعام وما تركهم حتى أطهى لهم طعامهم حتى طهى لهم طعامهم وأخذ يبرد ينفخ في الطعام حتى برد الطعام وإذا به يطعمهم ويلاعبهم وما تركهم حتى ضحكوه شفت الأمانة لحد فين إنها مرقابة الله واحد مرة فإرقوي جه يسأل على سيدنا عمر لحد لما لقاه فقال له كلام يوجع قال له يا عمر الخير جزيت الجنة الله مرزوكم للجنة يا رب قال له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسوا بنياتي وأمهن وكن لنا من الزمان جنة يعني وقاية أقسم بالله لتفعلن قال له أقسم بالله لتدينا حاجة لله سيدنا عمر كان فئير يعني مش معنى أنه قائد الأمة كان بياخد يعني لا ده كان هو من أفقر الناس كان بطنه تقرقر من الجوع بطنه بتتقطع ما سنوه بتتقطع بتتلوه من الجوع بتتقرقر يعني فأقول لها قرقري ماتوا قرقري قرقري برحتك فوالله لن تزوقي اللحمة والطعام الطيب حتى يذوقه كل إنسان من المسلمين كل واحد وكان يقول إني لأخشى أن تعرق لبغلى في العراق فأسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر شفت الكلام شفت المراقبة الراجل لما جيسأل عليه لقاء إيه طبعا لقاء قاعد كده مستظل في ظل السوب في حاجة وتمين روحة فبص إلي كده وقال قولة شهيرة قال قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر إنها مراقبة الله عز وجل كل واحد مسؤول في مؤسسته ينظر إلى من دونه من الرعية وتلاقي أحيانا تلاقي واحد تقي جدا ومؤدي الذي عليه بس لتحت منه عملين نخوره فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البطانة الصالحة النصحة التي تذكر بالخير وتحض عليه قوله أمين فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النماذج المثلى في مراقبة الله عز وجل فالراجل بقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكن لنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلنا فسيدنا عمر بيقول له إيه طب وإن لم أفعل يكون ماذا طب لو ما عملتش يعني الراجل جاي يقول له والله لا تديني حاجة لله ومتعشم أو في يعني قال له وإن لم أعطيك فيكون ماذا قال له إذن أبا حفص سيدنا عمر كان اسمه أبا حفص كان يكونيته يعني قال إذن أبا حفص لنتسألنه في يوم تكون الأعطيات منه من الله يعني مننا من الله وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة سيدنا عمر سمع الكلام ده بكى بكاشرت جدا وقال له خليك مكانك دخل جوه بيته يدوره على أي حاجة يدهانه مش لاقي تخيل مش لاقي مش لاقي حاجة فقال له إيه رح خالع العبان اللي هو لبسها اللي هي كلها رؤى دي وقال خذ هذه ليوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة وخذها الرجل ومشي عشان كده سيدنا عمر هو في مرة من المرات بيتلمس وتفقد أحوال الرعية وقف كده ربنا أوقفه عند بيت فسمع فيه خشخشة مية كده حاجة كده إيه زي صب مية يعني واحد بيصب مية فسمع امرأة تقول لابنتها بنت كده فتاة صغيرة كده في أربع عصير سنة ولا حاجة وقلت لها يا بنيتي يا بنيتي اخلط اللبن بالماء عشان يزيد عشان نكسب أكتر فقالت لها يا أمه أما سمعت مقالة عمر أمير المؤمنين فقالت لها وماذا قال عمر أمير المؤمنين قال إيه قالت أمر خادمه اللي هو أسلم الخادم بتاع سيدنا عمر كان اسمه أسلم قال نادي في الناس وقل لهم أيها الناس اتقوا الله ولا تخلطوا اللبن بالماء قالت لها ولا عليك يروح خلط اللبن بالمية فإن عمر وخادمه لم يرون لا عمر معنا ولا خادم عمر معنا مفيش حد شايفنا روح يخلطي يلا روح يخلط اللبن بالماء استخفاف بنظر الله أوحش حاجة إنك انت تتكسف من كل الناس متتكسفش من ربنا أخطر حاجة على الإنسان يا جماعة اللي يبص مين وبص شمال وبص فوق وينسى أن ينظر إلى خالقه أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه يراقبه ويحصي عليه أعمال الدخول وأفعال الطلوع سبحانه وتعالى يحصي عليه الفتيل والنقير والقطمير كل شيء مصيبة إن الإنسان يعيش بدون مراقبة لله سبحانه وتعالى هتلاقي نمازج هدامة في المجتمع وده المجتمع بيعاني من أمثال هؤلاء الناس اللي كتره جدا ويفتح الدرج ويبدأ يغش ويبدأ يأكل أموال الناس بالباطل ويبدأ يرتاشي ويبدأ يعمل مشاكل يدمر بلد ودمر أوطان والناس كلها هتعاني بسبب محصلة شخصية عشان هو يعيش بس عشان يتنغنر فيعيش في الدنيا مكدر يعني ربنا مش هيبركله ولا هيبركله لا فأولاده ولا فزوجته ولا هيشوف سعادة أصلا ويوم القيامة سيقوى في نار جهنم والعياذ بالله لطال دنيا ولا آخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره لا هيلاء بركة في حياته ولا بركة في زوجته ولا بركة في عياله ولا بركة في صحته ولا بركة في ماله فلازم ترأي بربنا سبحانه وتعالى فالمرأة بتقول لبنتها حط اللبن على المية حط المية على اللبن وزويدي ملكيش دعوة وعمر لا عمر شايفنا ولا الخدم بتاعه شايفنا سيدنا عمر سامع كل الحاجات دي من بره فالبنت ردت على أمها وقالت لها يا أمها إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا إذا كان عمر مش شايفنا فهناك في رب شايفنا فسيدنا عمر أعجب جدا بالفتاة دي فتاة مؤمنة ترى الله سبحانه وتعالى بقلبها رح أيل للخدم بتاعه علمني على البيت ده علمني على الباب ده رح مدينا عمل علامة عليه كده ورح رايح لأولاده وجمحهم كله وقال لهم بصوا في بقى فرصة لا تضيعوها ما هذه الفرصة؟ قال هناك فتاة أريد أن أزوجها لواحد منكم في فتاة كرة ما تضعش البنت دي ما تضعش ما تسيبهاش لذلك المرأة الصالحة هي أفضل كنز يكنزه الإنسان المرأة اللي تعينك عطاعة ربنا اللي تذكرك بربنا دي هتكون سبب في رقولك الجنة وهتكون سبب في بعدك عن النار لذلك أعظم كنز النبي على السلام عليه الصلاة والسلام قال ما حاز المؤمن بعد الإسلام وبعد تقوى الله من المرأة الصالحة إذا نظر إليها أسرته وإن غاب عنها حفظته وإن أمرها أطعته أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فراح ابن عاصم قال له يا أبتاء أنا محتاج أتجوز أنا أحتاج إلى زوجة فزوجها لابنه إيه لابنه عاصم شوف بقى زرية بعضها من بعض عاصم يخلف ليلة وليلة تخلف مين بقى تنجب له من تنجب عمر تجوزت عبد العزيز بن مروان وعبد العزيز بن مروان يخلف عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا قصطا وعدلا حتى قال عنه العلماء أنه الخليفة الخامس خامس الخلفاء الرشيدين لأنه كان من خير خلق الله ملأ الدنيا قصطا وعدلا في سنتين وخمس شهور واربع طيام تخيل؟ لذلك سيدنا عمر لما شف رؤية لي فقال من هذا العمري الأشج اللي هو فيه خدش فوشو يعني هو فيه شرخ فوشو من هذا العمري الأشج الذي يملأ الدنيا قصطا وعدلا سيدنا عمر تنبأ ليه في شف له رؤية يعني فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يكون من نسله ومن نسل بنت ابنه اللي هي ليلة بنت عاصم بسموها أم عاصم ليلة بنت عاصم كان اسمها كده تزوجت بعبد العزيز بن مروان اللي هو ولد سيدنا عمر بن عبد العزيز وأنجب عبد العزيز وعبد العزيز تربى تربية عجيبة تربى على يد بعض العلماء الصلاحين اللي هو صالح بن كيسان وفي يوم الأيام سيدنا عمر بن عبد العزيز كان المرأة اللي بتسرح له شعره اللي هي بتسرح له شعره هو صغير بتأخر معها هي بتسرح له شعره وكلا بتمشط له بترجله له تأخر عن الصلاح في جماعة يعني يجيب بتأخر شوي فراح صالح بن كيسان أرسل رسالة المين أرسل رسالة لولده في مصر لأن كان ولده بيحكم مسك مصر هنا كان يحكم إمارة مصر كان أميرا على مصر وكان هو عيش في المدينة مع أخواله هناك لأنه كان أشبه الناس بأهل قريش كان شكشكله كل سمته قرشي كان يشبه سيدنا عمر بن الخطاب جده فبعت له الرسالة من مدينة لحد مصر هنا قال له ابنك تأخر في يوم من الأيام تأخر عن صلاة الصلاة في جماعة بسبب أنه كانت ماشطته تمشط له شعره فأرسل إليه غبانا غضبا شديدا وأول ما دخل عليه الرسول ما كلموش ولا كلمة حتى حلق رأسه حلق شعره كله مش ده شعرك بقى اللي بيشغلك عن الصلاة أهو ورح شايله له زيره حلق له كده إيه أرعى عقوبة له لأن هذا الشعر كان سببا في مرة من المرات أن يشغله عن الصلاة في أول وقتها لذلك نشأ عجيبة جدا عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة بشكل عجيب جدا يعني ما كانش هو المفروض يكون خليفة لكن سليمان بن عبد الملك لما جلس إليه العالم بتاعه اللي كان بيرجع إليه ونصحه أن يولي من بعده عمر بن عبد العزيز وكتب الوصاية وقال له ما تعلنهاش إلا بعد موتي وفعلا أعلنها وجامع الناس كلهم وأعلنها فبقى هو إيه في يوم وليلة كيف بقى هو خليفة الإسلام والمسلمين من ضمن أفعاله أن الله سبحانه وتعالى في يوم أفاء على المسلمين بفيق وكان هذا الفيق تفاح الفيق دي اللي هو مال أو شيء كده غنيمة حصل عليها المسلمون من غير المسلمين بغير القتال زي هدية كده يعني زي صلح يعني فكانت الفيق ده تفاح كوم كبير جدا من التفاح فسيدنا عمر بن عبد العزيز جاب الناس بتوعه وأخذ يوزع بنفسه التفاح على المسلمين بالتساوي اللي يجي عنده عائلين يديله إيه يديله على قده تفاح فجيه عائل من أبناء عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده 13 عائل 13 ولد و3 بنات فجيه عائل صغير كده من عياله وأخذ تفاحة من الكوم الكوم ده لسه ما وزعشه أخذ تفاحة نفسه فيها ووضعها في فمه ليقطم منها عشان يقوله فسيدنا عمر شافه فذهب وقام وانقض عليه انقض على ابو وضغط على فيه بأصبعيه ضغط كده على فمه بأصبعيه حتى أوجعه والولد يبكي وأخذها من فمه ومسحها في ثوبه وأعادها في وسط الكوم فالولد رح يجري على أمه ويعيط ويبكي فالأم طبعا امرأة صالحة اللي هي فاطمة بنت عبد الملك ابن مران اللي هي بنت عمه يعني كانت امرأة صالحة جدا امرأة تقية كانت امرأة تقف في ظهر زوجها وتعينه على طاعة الله ما قالتوش بقى يعني ما ردحتش لي وقالت له ايه ازاي وتعمل كده وفيش كلام ده امرأة تعرف الله تعينه زوجها على طاعة الله لذلك هنياله اللي عنده امرأة صالحة تعينه على طاعة ربنا وأعظم ابتلاء أن يبتلى الإنسان في مرأة غير صالحة ده أعظم ابتلاء والعزب الله لأنه بعيش في كدر وفي نكد مدى الحياة وهو على شفى هلكة لو سمع كلامه هتضيعه ودمره الدنيا وآخر هتكرهه في نفسه في أهله في أمه في أبوه في أخواته في كل حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نساء المسلمين وأن يهدي زوجات المسلمين قولوا أمين فالمرأة تروح تبعد بسرعة إلى السوق من يشتري لهم تفاح فارجع البيت فسيدنا أمرنا بعد ما خلص بقى ووزع التفاح كله على المسلمين ولم يرجع إلى بيته بتفاحة واحدة نسي نفسه نسي نفسه تخيلوا شفت المراقابة اللي عاملة ازاي نسي نفسه ورجع لقى التفاح في البيت لازم ينقى التفاح في البيت ربنا نبريك له في حياته خل بالك يا جماعة موضوع مش بكسرة الأموال الموضوع بالبركة لو أنت رقبت الله سبحانه وتعالى هتلاقي التلاجة عندك مليلة وهتلاقي البيت فيه بركة عجيبة هتلاقي نفسك بتقبض خمسة واللي موجود عندك والمفروض موجود هتلاقي مية دي البركة يا جماعة لذلك قبل ما تسأل ربنا الزيادة في الرزق اسأله البركة في الرزق البركة تأتي من مراقبة الله سبحانه وتعالى لما ترأي بربنا في كل أعمالك وفي كل أقوالك وفي شغلك حتى لو كان قليل فإن فيه البركة ممكن واحد ياخد عشر تلاف ولكن فيه ألف للدكتور وألفين للميكانيكي عشان العربية بتخرب وألف للنصاب الحجم معاشر أدهلك بمية وهكذا تلاقي نفسك فلوسك تفرتكت في الفاضي ده غير بقى نزع البركة وكل حاجة بص لاي نفسك صفصفت على ثلاثة وعلى أربعة فلما لكن لو نقل لون أربعة بس وإنت تتقل الله سبحانه وتعالى في عملك وتتراقب الله سبحانه وتعالى فيما تقدم فاعلم أن البركة ستأتي في هذا المال فسيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل على مراته فشم ريحت التفاح فقال لها من أين هذا التفاح ووالله ما جئتكم بتفاحة واحدة فقالت له جاء الطفل يبكي فأرسلت من يشتري لنا تفاحا حتى أرضي أحبت رضي عشان ما يكسرش قلبه بخطر يعني فقال لها يا فاطمة والله إني لنتزعتها من فيه وكأنما أنتزعها من قلبي ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة أخذها من فيء المسلمين قبل أن يقسم الفيء إنها مراقبة الله عز وجل أستاذنا الكريم أستاذ يوسري طب معنا اتصال السلام عليكم أستاذ يوسري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حبيبي شيخ سامح الدرس الحسر الله يبرك فيك يا حبيبي الله ينور على الكلام الحلو الجميل الله يرضى عليكم وبرك فيك بقول لحضرتك كيف أتكلم على سلة الرحمة نعم سلة الرحمة تفتح الأبواب المغلقة صحيح صحيح وأنا قربت الموضوع دوتا أنا عند ستين سنة الله يفتح عليك سلة الرحمة بأهلي وبأقاربي وبجراني وبالناس كلها المعاملة الحلوة والدين المعاملة أنا حسيت بفتح الأبواب المغلقة الله ممكن تتكلمنا على الموضوع دوت حضرتك الله الله يفتح عليك تأسيدنا النبي اللي قال كده حسن نعم شكرا أنت سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا السلام السلام عليك يا أم يوسف السلام عليك يا فردستي الله يكريمك يا أم يوسف هو أنا ممكن أقول لحضرتك سؤال وممكن عندي حلمين اتنين ممكن أقول لحضرتك برضو أحلام تفضلي نعم 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 تفضلي يا أم يوسف السؤال اللي أنا أقول لحضرتك الأول السؤال السؤال إن أنا من حوالي ثلاث عامين كنت عاملة صدقة جارية لجوزي إن أنا كنت جايبة كرسيين عجل وحطان في مستشفى حكومية سأجيب بعد كده تاني يوم لما بقول لحد يعني إن أنا حطيته في مستشفى كذا قالوا لي داهم ما بياخدوهم ويدعمش للمرضى وبيبعوهم هل لو هم بيعملوا كده كده ما تحسبش صدقة الجوز اللي أنا عاملها له لا تحسب تحسب هذه تحسب ملكيش دعوة أنت أنت عملت بنيت إيه بنيت صدقة الجوز بس خلاص ملكيش دعوة بقابل لي هم يستخدموا في إيه انقصروا انقصروا هم فالوزروا عليهم لكن إنت حسب نيتك ربنا هيعملك على حسب نيتك الحمد لله فعندي السؤال الثاني التفضل اللي هو الحلم بقى أنا حلم فالله أم أجعله كير إن أنا محميتي وأخت جوزي الله يرحمه إن إحنا وقفين زي قدام باب سجن باب كبير كده بوابة كبيرة باب إيه؟ باب سجن سجن آه ماشي فأنا إيه قال أنا جاي رايحة علشان أزور ابني فيه وهم وقفين معايا نعم ماشي فالمهم وأنا وقفة سمعت أزاني الدور بيقدم نعم ماشي فبقيت أردت وراه وأنا وقفة بعد ما خلصت الأزاني لقيت البيب بتاع السجن بقى إتفتح كأنه مش تجني بقى كأنه مسجد كبير زي مسجد الفتاح العليم كده ماشاء الله ماشي لقيته إيه إتفتح إيه قصادي على طول قال دخلته كده وبقى راحوا متقبطي دخلت بس كده طيب أنت عندك ابتلاءات سواني بس أنت عندك ابتلاءات في حياتك آه عندي ابني محمود محبوس آه سيفرج الله حبسه بإذن الله تعالى الله يبريك لك بإذن الله الله يبريك لك يا رجل يا طيب الله يبريك لك بإذن الله طب عندي الحلم الثاني حضرتك ما خلاص بقى عشان بس فيه عشان بس معلت على طول جاء على طول ده تضاير بإذن الله قلت له أنا عايزة أسمع منك سورة مريم فرح قال لي ابتده هو رح أرى هالي بس أنا مش فاكره وأرى لي بس أنا اللي فاكرانه وأرى لي بالنسبة وجزاك الله كل خير ربنا يرضى عليك وبريك فيك طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى سورة مريم تدل على الفرج ولكن فرج مع الأخذ بالأسباب مع الأخذ بالأسباب وأن الله سبحانه وتعالى سيحول المحنة إلى منحة بإذن الله الله سبحانه وتعالى سيحول المحنة التي أنت فيها إلى منحة ولكن خذي بالأسباب أسباب أسباب دينية يعني تعبدي وأرمي من ربنا بالدعاء خذي بالأسباب الدنيوية لو فيه مثلا محامي ولا حاجة خذي بالأسباب الدنيوية والله تعالى أعلى وأعلم أستاذ عامر السلام عليكم عليكم السلام فضلة الشيخ الله يبرك فيك سلام يريف التحيات طبعا لفريء الأداد وحضرتك والقليل على القناة الله يرضى عليك وبرك فيك الله يبرك لك حضرتك أنا يعني الحمد لله يعني من حمل الكتاب الله وحفظ كتاب الله الحمد لله نظر أن يثبتك على الحق الله يبرك لك فأنا فيه رؤية للأسف لما بحكيها البعض الناس بحث أن فيه استئذاء من الرؤية نعم ففضلت إن أنا ما حكيت يعني ما عشتش بحكيها لأي حاجة بقى نعم ولكن أنا حيزة أعرف إن رؤية لأن الرؤية أنا مش حارث معناها حتى وكنها آزحة تفضل يا حبيب فالرؤية حضرتك إن أنا إن أنا نمت وبعدين حسيت بأن فيه يعني ضوء أو نور شديد يعني وأنا ناس فطبعا بعد كده بالأثناء الرؤية يعني أحاول إن أنا أنظر للشخص اللي هو يعني طلو نور طلو نور ده أنا مش عارف أشطه من طلو النور اللي هو فيه ما شاء الله فاعدين بقول له إنت مين قال لي إنتو نسل طيب وكان يعني مفترض إن يقع الاختيار على حد من نسل طيب ده عشان يكلف برسالة معينة والاختيار يعني وقع عليك إنت إنت المكلف بالرسالة إننا عايز أرسالك نعم نعم فقل له إيه الرسالة قال لي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في 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 فشهرة قال عمران نعم اه قول فقط إيه بسم الله الرحمن الرحيم قول إن كنتم تحبون الله أحتى تتابعوني يحببكم والله غفوره رحيم الله يفتع عليك قال لي بقى الآية الثانية على رسول قل أطيعوا الله ورسوله فإن توليتم فإن الله ليحب الكثري يعني الآية قل أطيعوا الله ورسوله فإن توليتم فإن تولوا فإن الله ليحب الكثري فقولت له حضرتك طبعا أنا تابين تمين فعليه كده أنا أنا من كتر النور أنا مش عارف أن أشوفه شخصيا طيب ممكن وقال الآية وبعد كده انصار تمام ممكن أجيبك على هذا السؤال بالفضل طيب أولا هذه الرؤية لا تحدث بها أحد ماشي ما تكلمش بها أحد هذه الرؤية لا تحدث بها أي حد لأنك أنت ستفتح على نفسك باب من الفتن لكن إذا أردت يعني لو بنا سبحانه وتعالى مقدر لك أن تكون لك كرامة أو تكون لك ولاية في الدنيا ستكون لك ذلك شئت أم أبيت شاء الناس أم أبوا بس الآية معناها إيه أن تكون على نهج النبي عليه السلام حتى ما تكونش صاحب بدعة يعني ربما الله سبحانه وتعالى يستخدمك في الدعوة إليه وفي شرح صدور الناس واستخدمك في في ادخال الناس للخير لكن بشرط أن تكون على النهج الصحيح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكونش صاحب بدعة عشان الناس ما تفتنش به أن في بعض الناس بيدعوا أساؤوا إلى التصوف أساؤوا إلى السنة النبوية ويدعوا أشياء غريبة جدا والناس فوتنت بيهم ويمدوا لهم للناس كده يقبلوا لديهم حاجة تقرف يعني حاجة كده ما أنزل الله بها من سلطان وأساؤوا إلى التصوف السني وإلى أهل علماء أهل الأهل السنة وأمثال الشيخ الشعراوي والشيخ أبو حامد الغزالي وبرضو علماء كتير جدا من المعاصرين ناس على خير كبير واتبعون نهج النبي عليه الصلاة والسلام لكن في ناس طلعت كده غريبة كده شكلهم غريب ودعوا أشياء غريبة جدا والناس فوتنت بهم فاحذر أن تكون من هؤلاء الناس خليك أنت على الكتاب والسنة وقرب من ربنا وإذا كان فيك خير يراه الله فيك سيستخدمك رغم أنفك ورغم أنف الناس هتلاقي نفسك ربنا استخدمه فاحذر أن تحين عن الكتاب والسنة واحذر أن تفتن أو أن تفتن الناس بك أسكت خلاص ما تكلمش أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام على الله وبركاته وإزيك يا شيخنا حديد فضل والله يا شيخنا أنا عندي صحيحين بعد إذنك فضل السؤال أول حضركم يعني أنا مثلا ربنا كرمني بكفلين يعني واحد اسمه خالد ماء وعمر فهل ممكن مثلا هنا في السجود يعني ما جدعي في السجود مثلا في صلات الظهر على العصر فقر السجود أنا أذكر أسماء أولاده اللي مثلا يا ربي يكرمني في خالد يا ربي يكرمني في عمر هذا لا يجوز يجوز طبعا حسنا أسماءت أن ذكر الإسماء في السجود أو في الصلاة يبطل الصلاة لا 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 أو الصلاة على النبي اللي هو السلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء في السجود حتى لو ذكرت إسم الشخص معين حتى لو ذكرت أسمائش أشخاص يعني لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة طب الصلاة تاني بعد إذنك يا شيخ أنت ورد بالنسبة للصوفية أنا أكتب كده عن الصوفية يقول لك مثلا تقتل كني تلاطيس ستلاف كم مرة ويقول لي يا الله ما بشي موجودة حاجة أربعة تلاف مرة بصح حبيبي التصوف إذا كان على الكتاب والسنة فهو مقبول أما إذا كان على غير الكتاب والسنة فهو شرك والعزو بالله يعني مثلا الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان صوفي والشيخ أبو الحسن الشازلي كان صوفي وأبو حمد الغزالي كان صوفي ولكنهم كانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعبد القدر الجنال اللي كان صوفي وفي ناس كتيرة جدا من أهل الكتاب والسنة ولكن تصوف يعني إيه التصوف يعني إيه تصوف خلاص الكلام يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه تفضل تشتغل في الزكر وتشتغل في الطاعة وتقرم من ربنا حتى كأنك تجلس في حضرة الله فالله يفتح لك من الحجب ده التصوف على الكتاب والسنة وما فيش حد صالح بقول أنا صالح وفيش حد صالح بقول يا جماعة تعالى وقبلوا إيدي وكلام من ده خالص ده بالعكس تراه يخفي حسناته يخفي حسناته كما يخفي سيئاته أو أكثر كمان لقيه مستخبي ما يحاولش أنه يظهر خيرياته أو أفعاله الصالحة للناس لقيه دهما مستخبي الشيخ الشعروي لما الناس شالوا بالسيارة افتقدوا لقوا بيمسح الحمامات فقالوا بتعمل إيه مولانا في الحمامات إزاي مثلك لا يفعل هذا قال لما نفسي يعني رفعت شوية فأردت أن أؤدبها شفت الأخلاق هو لا التصوف السني وزي مثلا العائلة السنوسية اللي فتحوا وزي المتصوفين اللي أم أهل السنة اللي فتحوا الدنيا كلها ونشروا الإسلام في ربوع الدنيا كلها ده التصوف الحقيقي اللي هو صفاء مع الله تصوف يعني صفاء مع الله بتقرب من ربنا بالطاعات يا أيها الذين أمانوا بتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة أما التصوف اللي فيه كتير جدا جدا من الطرق اللي ضيع اليوم من دول بيدعوا التصوف والله تعالى بريء منهم ومن أمثله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه أخونا اللي تكلم عن صلة الأرحام بتكون سبب في ساعة الرزق طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يبسط الله له في رزقه بسط الرزق وينسأ له في أثره يعني ربنا يمدي في أجله أو يبريك له في عمره فليصل رحمه وأقرب الناس وإخواتك وأريبك وعمتك وخالتك وود أبيك اللي كان أبوك بودهب هذه النبي عليه السلام قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اللي ربنا قال فيه الواصل يعني الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ربنا أمر بصلاة الأرحام وربنا قال للرحم يا رحم ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال لك هذا تخيل فالواصل مين بقى الواصل اللي هو بيوصل ويوصل ما أمر الله به أن يوصل قال النبي عليه السلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يعني أخته مش عايزها ولا عايزة تشوفه وهو برضو بروح له واحد يقول لك أنا مش عايزة تشوف وشك وعمل يأذيك وعمل يقرفك وانت بتزوره لله عشان توصل الأرحام هو ده مقصود بيه بالواصل يعني فصلة الأرحام سبب في زيارة الرزق وفي البركة فما تستخسرش حاجة في أمك أو تستخسرش حاجة في أختك أو تستخسرش حاجة في عميتك لأن صلة الأرحام تبارك في الأرزاق وتبارك في الأعمار في نهاية الحلقة نرفع كفة ضراعة إلى الله عز وجل رجينا من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبونا أحسنا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب اجعل مصر وشعبها في أمانك وضمانك احفظ يا ربي مصر وجيشها واحفظ يا ربي مصر وأمنها واحفظ يا ربي أرضها واحفظ يا ربي نيلها اللهم احفظ يا ربي نيلها اللهم أدم علينا نعمة النيل يا رب أدم علينا نعمة النيل يا رب أدم علينا نعمة النيل اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع ساختك اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أمين أمين يا رب العالمين أحبة في الله وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والتي كانت بعنوان الله يرانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا وبما علمنا وأن يعننا على العمل والتطبيق بما سمعناه إنه ولي ذلك ومولاه انتظرون بإذن الله تعالى في كل أسبوع في هذا الموعد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحضرتكم دائما على الخير نترككم في رعاة الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر